بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ ان شاء الله مع بعض في الشابتر التاسع تحت عنوان الريليشنز. الشابتر ده عايزين نتكلم فيه على بعض التوبيكس. ان شاء الله نغطي منها اكبر قدر ممكن. آآ بداية عايزين نتكلم على كده او ديفينيشن لي الريليشن. الريليشنشيب بتوين المانس اوف ستس ار بريزنتد يوزنج استراكشورز كول الريليشن. يبقى لو انا عندي مجموعة من ال المجموعة ديت هتوصل مع بعضها بطريقة معينة. ده اللي احنا بنسميه هي دايما بتكون من المجموعتين او او اكدر. يعني ممكن اتنين او اكدر. ازا كان طبعا احنا اتكلمنا قبل كده على موضوع وقلنا مسلا لو عندنا ايه لو عرض عناصر ايه ده مسلا كان فيه عنصرين. البي ده كان فيه تلات عناصر. يبقى دوت هيكون عدد العناصر اللي فيه هي اتنين في تلاتة يعني ستة عناصر. وقلنا طالما هم حاجتين بس او تو ستس بس. الموضوع ده طبعا كان في الشابتر التاني. يبقى ازا الناتج اللي هيطلع من عندك هيكون عبارة عن order the beer. يبقى هتلاقي ازواج مرتبة بالشكل ده. والازواج المرتبة دي العنصر الاول منها هيجي من الفئة الاولى. والعنصر التاني هيجي من الفئة التانية. وهكزا. وتتوزع بقى العناصر بطريقة معينة. لما باجي اجيب relation ما بين الا وما بين البي. ما بين الست اللي اسمها ايه. والست اسمها بي. يبقى انا بقى اختار بعضا من العناصر او ال order the beers اللي طلع فيه ناتج الكارتزيان برودكت. ممكن اختارها كلها. ممكن اختار بعضها. ممكن ما اختارش حاجة فتبقى empty relation. دوت اه هنشوفه على مدار المسائل ان شاء الله. اه كمان احنا اتكلمنا قبل كده على يعني اكتر من حاجة زي ما بنقول مثلا ان ما بين والرقم او بالنسباله زي ما قلنا في الشابط الرابع دوت يعتبر relation. يبقى لما اجي اقول الرقم والرقم اللي بيقبل الاسم عليه. او الرقم والرقم اللي بيقسمه مثلا او يبقى ده لما بجمعه مع بعض انا بجمع relation باختار بعض العناصر اللي بتحقق اللي موجود عندي. ساعة اختار تانية اقول انا اختار العنصر والواحد يكون يبقى انا بختار عناصر معينة. ساعة اقول مسلا يعني رقم رقم حقيقي والرقم اللي اكبر منه. يبقى لما يجي يختار دايما رقم في في الخانة الاولى يختار مسلا خمسة يبقى اللي بعدها لازم يبقى رقم اكبر من الخمسة. الف الخانة الاولى مسلا وان بوينت فايف يبقى الخانة التانية او او العنصر التاني لازم يكون اكبر من وان بوينت فايف. وهكزا يعني عناصر كتير او اشكال كتير ممكن نطلع منها مختلفة. من مثلا او من حاصل ضرب او ما بين اكتر من فاقة. وقرب طريقة ممكن نمثل بيها ما بين الالامنس ديت. ما بين يعني بس دلها في حالة معنا باتكلم فيه اتنين ستس بس. اي وبي مسلا عسابي المثال. ففي الحالة ديت هيكون هو زي ما انا وضحت فيه اللي فاتت. ودي عدتكون هي اول طريقة او اسهل طريقة لتمثيل الريلاشنشيب ما بين فاقتين اتنين. ما تحت كونديشن معين. ان يكون الرقمين مجموحهم بكزا. الرقمين بيساوا بعض. الرقم ده اكبر من الرقم ده. ايا كان هيبقية على حسب السؤال. في النهاية انت بتختار من موجودة قدامك. كلها او الناتج اللي قدامك كله او بالنسبة لك يحصل ما بين الفاتين. وبتنقي منهم العناصر او اللي بتحقق اللي موجود عندك. اه لهذا السبب يعني نقدر تقول اللي هي بنقول عليها يبقى طب هل فيه اكتر من كده? يعني ممكن يبقى فيه ما بين اكتر من عنصرين? اه ممكن يبقى فيه ما بين اكتر من العناصر. عدد ان من العناصر. ايا كان العدد ده قد ايه? فتلاقي الرقم بتاعك او الشكل بتاعك ما يبقاش ما يبقاش بقى لا تلاقي فيه عنصر واتنين وتلاتة واربعة وخمسة وستة وهكذا انسوهم. بس طبعا معظم الشابتر هيدور حوالين اللي هو عبارة عن ما بين فئتين فقط. وده اللي احنا هنكون في الكورس بتاعنا. لو بدأنا بالديفنيشن اللي نعرف فيه بقى بطريقة يعني شوية فعنقول نحنا عندنا فئتين هما الاي والبي دولة التو ستس والباينوري ريليشن ما بين من الاي للبي بقى اكيد فيه اتجاه دلوقتي. يبقى انا بابدأ من الاي وبنتائي بالبي لان زي ما وضحنا قبل كده واحنا بنتكلم على كارتزيان برودكت ان ايه كارتزيان برودكت بي هي ليست بالضرورة ان هي تكون ايكول بي كارتزيان برودكت ايه. دي حاجة ودي حاجة. عشان كده لازم احدد الاتجاه. هو العلاقة او السنائية اللي انت بتعملها هي من انهي فئة لانهي فئة. يبقى من الاي رايحة للبي ولا من البي رايحة لل اي. عشان ده عيفرق معاك في اللي عتطلع من الناتج الكارتزيان برودكت. الباينوري ريليشن فروم اي تو بي. بنا باتجه من الاي للبي. ان ممكن نرمز لها مسلا بي الرمز ار. هي عبارة عن فئة. الفئة دي هتحتوي على الوردار دي بيرز. الوردار دي هتحتيجي منين? هتحتيجي من حاصل كارتزيان برودكت ايه كارتزيان برودكت بي. وفي النهاية العنصر او العناصر اللي موجودة كلها هنا هيعبار عن ايه? قال لي اردار دي بيرز. العنصر الاولاني حينتمي للفئة ايه? والعنصر التاني حينتمي للفئة بي. فهاتلاقي الفيرست المنت جاي من الفئة ايه? والسكند المنت جاي من الفئة بي. لان ان انت قلت ايه? بلقت بالاي? يبقى كده الانصر اولاني هيجي من الاي? نهيت بالبي بالانصر التاني هيجي من البي. ونقدر نستخدم زي كده نقول ايه? ده معناه ايه? انت سميت بتاعتك ار. يبقى مبدئيا ده مسمى. ممكن يتغير. يعني انا ممكن الاقي في الكتاب مسلا اسمها اس. اسمها مسلا تي. اي رمز تاني اه مفيش مشكلة خالص. انت سميت مثلا فونكشن اف. واحد تاني سمها الفونكشن جي. واحد تاني سمها اتش. في النهاية هي ايه ده مسمى او لتر. انت بترمز له اللي موجودة. فهنا هنا مثلا بتاعتي اسمها ار. فخلاص لما حكت بال ار انا بوعبر بيه عن اللي انا بتكلم عليه. لما بقول بقى ايه? ار بي ده بيعني ان ايه بالبي داخل اللي انا سميتها ار دي. يعني لو انت روح تبصيت جوه الست اللي اسمها ار اللي هي الريليشن دي. هتلاقي فيها عنصر ايه بي. اردر دي بير كده اسمه اي بي. فده على طول يترجم ان ايه للبي. عن طريق اللي اسمها ار. يبقى ايه ار بي. ده المعنى بتاعها. معناها ان ايه الاردر دي بير ايه وبي هو بيلونج تو الريليشن ار. موجود داخل الريليشن ار. والعكس لو انت عرفت ان ان الا ايه او الوردر دي بير ايه وبي موجود داخل الريليشن ار تقدر تقول ان الريليشن بالبي بتستخدم طبعا في الريليتد اسم او اللي انت استخدمته في التعبير عن زي الار مثلا هنا. طب لو فيه انصر مش موجود داخل يبقى هتشطب بس هتشطب على الار هنا يبقى بنشطب على الرمز بتاع الريليشن. يبقى الاي وده معناه ان الاي وبي الوردر دبير اي وبي هو نوت بيلونج لريليشن ار ويعني طول ما بنقول ان الا والبي بيلونج تو ار الا دوت هو يعتبر ريليتد تو بي باي ريليشن ار يعني ده المسمى اللي انا كنت بانطاقه دلوقتي ان الاي هي عبارة عن او الاي اعتبر بالعنصر بي عنصر الاي عنصر بي عن طريق اللي اسمها ار فده معنى ان الاي كما بي اردر دبير كده بيلونج تو علامة تنتمي لريليشن ار خلينا نشوف مثال لو انا عندي الست الاولى اسمها اي والست نمبر تو اسمها بي الا هي زير وان تو والبي هي اي وبي طيب دلوقتي انا هكتب ريليشن يعني هي جاية في المثال بس انا عايز اتعلم دلوقتي طريقة التعبير عن الريليشن دي او المسمى بتاع الشكل ده هو ايه فهنا انا عملت مثلا الريليشن من الصفر راحة للايه طبعا لو انت عايز تعرف بتاعت الريليشن دي فكل اللي انت بتعمله ان انت بتضرب ايه كارتيزيان برودكت بي فيطلع لك بقى صفر مع ايه صفر مع بي وده طبعا يعني نقدر بقى نراجع مع بعض الجزء بتاع الكارتيزيان برودكت اللي كان موجود في الشابتر التاني وبعد كده واحد مع ايه واحد مع بي واحد مع ايه واحد مع بي وبعدين اتنين مع ايه واتنين مع بي دي كده هي كل العناصر اللي موجودة في الريليشن دي واي الريليشن يعني اي الريليشن انت هتجيبها هتيجي من الفئة الكبيرة دي دي اليونيفورسل دي اليونيفورسل ست فانت عايز تطلع الريليشن اسمها ار واحد مثلا هتقول انا هختار مثلا العنصر ده والعنصر ده والعنصر ده والعنصر ده والعنصر ده مثلا زي ما انا عامل هنا دلوقتي اخترت الاربع عناصر دول ههم وحطتهم مع بعض وقلت انه دولة الريليشن من الاي للبي وسمتها مثلا ممكن اديها مسمى ار او اديها مسمى ار واحد مثلا واحد تاني ممكن يعمل ريليشن تانية يقول هاخد العنصرين اللي في الاول دول بس وحسميهم ريليشن تانية ار اتنين واحد ياخد العنصرين في الاخر دول بس ويقول ده relation R3 وممكن واحد يجي يقول انا مش هاخد حاجة خالص فهطلع relation مثلا 4 اللي هي عبارة عن الفاي مش هختار اي ولا واحدة من دول من حق ان انا طبعا يعني اختار اي حاجة طالما ما فيش condition عندي انما اول لما يحطيلي condition يعني قال لي الرقم لازم يبدأ بصفر او الرقم لازم يبدأ بواحد يبقى في الحالة دي انا لازم اختار اللي بيبدأ بصفر او اللي بيبدأ بواحد وغير كده مش هينفع اختاره على حسب الكونديشن اللي موجود عندي في النهاية لما انا عملت او expression معين وعبر بيه عن relation معينة زي المثال اللي قدامي ده فكتبت 0 1 يعني 0 1 0 B 1 A 2 B وكتبتهم مع بعض وقلت دي relation الشكل اللي قدامي ده لما بقول ال R بتساوي كذا 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 في اقواص مجموعة لان دي فئة وهي relation عبارة عن فئة في الاخر وكل عناصرها في الحالة دي ordered beers لان كان relation ما بين عنصرين ما بين فئتين وهنا ده بيسمى ايه والnotation ده بيسمى ايه ده ده بيسمى ال Raster Notation ال Raster Notation from a set او يعني من فئة معينة اللي هو عبارة عن زي ما بتقول انت بتعرض الحاجة في شكل قائمة كده دي كأنها قائمة بالظبط فالمعنى بتاعها ان هو كأنك بتستخدم التعبير عن طريق قائمة فبتعرض لعناصر بتاعتك كل عنصر بيفصل ما بينه وبين التاني بكومة ومخطوطين مع بعض الفئة معينة فبيبقى بالشكل اللي قدامي ده فيه شكل تاني وشكل تالت وشكل رابع واشكال كتير للتعبير عن ال relation فمن ضمن الاشكال هو استخدام او استخدام الاسهم ان انت هتجيب عناصر الفئة الاولى لما كنا عملنا الكلام ده قبل كده كنا نتكلم على ال function وال function هي relation يعني لما نيجي نرجع لل function فال function هي relation relation ما بين ال domain وما بين ال codomain او ال range وبيبقى الانصر برضو بيبدأ من ال domain ينتقل الى range وهكذا فهي في الاخر هي relation بس ال function هي relation لها شروط معين لها condition معين طيب هنا لما نيجي نشوف فالعناصر بتاعة ال a اللي هي الصفر والواحد والاتنين فكونا العناصر بتاعة الا بالشكل ده وعناصر ال b اللي هي ال a وال b كوناهم بالشكل ده وابتدئنا نشوف هو هنا الصفر related بال a فراحتrad你们وصل سامل من الصفر لل اي. والصفر related لل ب فراحتchargeraliA ولتنين related للبي. فطالعوا للشكل ده اللي هو ده برضو يعبر عن ال relation اللي اسمها P اللي انا عبرت عنها من شوية باستخدام قائمة او عرضتهم في شكل فئة دلوقتي عرضتهم في شكل اسهم او بالشكل اللي قدامنا ده طيب اقدر استخدم كمان اعرضهم في شكل جدول ازاي في شكل جدول هنيجي هنا برضو نحط عناصر الفئة الاولى اللي هي الايه ونحط هنا عناصر الفئة التانية اللي هي البي ونبدأ نشوف اي موجودة بين العنصرين نعمل اكس يعني نعلم اكس فلما نلاقي مثلا الصفر related بالاي فنعمل اكس الصفر related للبي فنعمل اكس الواحد مع الاي والاتنين مع البي وغير كده هنسيبه فاضي فدي طريقة تالتة للتعبير عن نفس الريليشن اللي فاتت اللي احنا عبرنا عنها قبل كده هي هي بالضبط اللي احنا عبرنا عنها بالأررز هي هي اللي احنا عبرنا عنها بالتيول طيب الفونكشنز هي الريليشن زي ما كنت بقول دلوقتي اه الفونكشن هي الريليشن لانها عبارة عن يعني الريليشن ما بين حكتين ما بين فئتين الفئة الاولانية كنا بنسميها الدومين والتانية كنا بنسميها الكو دومين لو رجعنا الموضوع الفونكشنز قبل كده بس هنا في النهاية انت عندك شرط والشرط هو ان اللي هو ما ينفعش يطلع من الدومين من عنصر واحد في الدومين يطلع منه ساهمين زي ما كنا بنقول يعني قبل كده لما كنا بنعرف الفونكشن فده شرط الشرط دوت لما انت بتحققه بتتحول بتسمى الريليشن دي فونكشن انت ممكن تطلق عليها كلمة فونكشن ولكنها في النهاية هي ريليشن هي اعتبر ريليشن بس الريليشن اعام شوية لان لو بتقول ريليشن فالريليشن هي شاملة كل حاجة موجودة في الكارتيزيان برودكت ما بين الاي والبي انت بقى تبدأ تختار ريليشن بشروط معينة فتقول ار واحد ار اتنين ار تلاتة بتطلع مجموعة من الريليشن من ضمنهم ممكن تطلع الفونكشن ما هي ريليشن برضو بس هتحط لها الشرط ده ان انا ما ينفعش يبقى عندي عنصر واحد من الدومين يقصين اكتر من عنصر في الكو دومين عشان كده تبقى دي تسمى فونكشن الشرط ده يبقى ازا هي وليست فونكشن طب يعني انا عندي فئة واحدة بس ينفع اعمل عليها ولا لأ هو ده هو ده المقصود ب يبقى انا عندي فئة واحدة لان قبل كده في اللي فاتت كان عندي فئتين فانا عندي فئة اسمها ايه وعندي فئة اسمها بيه فبعمل من الايه للبيه مسلا او من البيه للايه زي ما انا عايز وفي النهاية كنت بطلع هزواج مرتبة موجودة ولا لأ في اللي اسمها ار دلوقتي لما يكون عندي فئة واحدة ست واحدة بس اسمها ايه مسلا عايز اجيب على الفئة دي ينفع قال لي اه كاني بالزبط بجيب ما بين الايه ونفسه ما بين الايه والايه وطبعا هنا الاتجاه اصبح يعني ملوش فرق الايه من الايه ايه انا هتبقى من الايه للايه برضو فده معناه انا ست فلو انا عندي ست اسمها ايه اقدر اطلع على الست ديت عن طريق ان انا اختار اي من الكارتيزيان برودكت ما بين الايه كارتيزيان برودكت ايه وعندي كمان حاجة اسمها الايدنتيتي ريليشن بنرمز لها بالرمز اي فاكرين الايدنتيتي ماتريكس اللي اتكلمنا عنها قبل كده في الشابطة الثاني في نهايته والايدنتي ماتريكس كان لها المين دياجونال بيساوي واحد وبقيت الكيم الصفار وكان الاوردر بتاعها بيحدد على حسب ما انت عايز لو قلت المسلا الاي ثري ده معنا ان الماتريكس دي كانت تلاتة في تلاتة وليها الخصاص اللي انا قلتها دي بالنسبة بقى للريليشن لما اقول ايدنتيتي ريليشن هيقول اي على فئة معينة على ست اسمها اي مثلا فعن الرمز لها هنقول اي اللي هو الايدنتيتي والريليشن على ست اسمها اي فهنقول اي اي يبقى الاي للست اسمها اي هو عبارة عن اي بقى اللي عبارة عن ان انت هتختار كل عنصر مع نفسه من جميع العناصر اللي موجودة في الفئة اللي اسمها اي يبقى عنقول اي واي تكون موجودة اللي عبارة عن ايه ان الاي دي اي عنصر موجود في الاي. ومن هنا لو اخدنا مثال مثلا وقلنا ان عندنا فئة اسمها اي هي فيها وعايزين نطلع لها للفئة دي فعنقول العنصر ده مع نفسه والعنصر ده مع نفسه والعنصر ده مع نفسه فهيطلع لي بالشكل ده. وكأنك بالزبط بتاخد عناصر يعني كأنك بتحقق اللي تكلمنا عنها قبل كده وهي كانت عناصر المين دياجونال بوحيد والبقى السوار فهينا بالزبط برضو كأنك بتسليكت فقط المين دياجونال اللي هو واحد مع واحد اتنين مع اتنين تلاتة مع تلاتة ما هو دوت يعتبر المين دياجونال في الماتريكس. لو اخدنا مثال كمان اه لو انا عندي فئة اسمها ايه? الفئة دي هي وان تو تري فور من واحد الاربعة اه ويتش اردر بيرز ار انزو ريليشنز اللي هي الار بقى بتاعتي عبارة عن ايه? انه ناخد الكونديشن بقى. وعايزين نكتب الاردر بيرز بتاعة الريليشن دي. طب الريليشن ديت مكتوبة بالشكل ده. الشكل ده عبارة عن ايه? لو نفتكر مع بعض الشكل اللي قدامنا دوت كنت بنسميه الست بيلدر نوتيشن. الست بيلدر نوتيشن. اخدناه في الشابطر التاني. وهو ان انت بتقول ايه الحاجة اللي موجودة في الفئة? وبعدين بتقول تعرف الحاجة دي. فبتبدأ تقول الفئة دي الاقواص دول اقواص مجموعة. جواها ايه المجموعة دي? لما كنا بنكتب كده بنقول المجموعة دي فيها ايه وبي وبعدين نقول المجموعة دي فيها مسلا بي وسي وهكذا. كده انت يعني بتقول العناصر اللي موجودة داخل المجموعة. فده اللي هو شكل القائمة او الشكل العادي بتاع الفئة. انما الشكل ده بيقول ان اللي موجود في المجموعة هو ايه وبي بس أنا هل مش معش عارف فيها إيه إيه وإيه الإيه لإيه لأن عناصر الفئة عندي زي ما أنا شايف كده هي واحد واثنين وتلاتة واربعization ما فيياش أصلا ولا إيه ولا فيها بي طب منين انت بتقول إن هي فيها الإيه والبي لأ ما هيقول لك إن إياه والبي دول كأنهم دلوقتي متغيرات وهيرفهم لك لازم يكمل لو قفت كده يبقى غلط يبقى انتك إنك بتقول إن الريليشن فيها الإيه والبي أصلا أنا ما عنديش أي اي وبي في العنص في الفئة اللي انا بجيب عليها فالكلام ده كده يبقى مش مظبوط. انما لما اجي عرف لك بقى اقول يبقى الخط المستقيم ده ان ال اي بيقسم ال بي. واحنا قلنا ان ال اي ده في الشابط الرابع لما قلنا ال بي على ال اي هتلاقيها بتقبل الاسم. وده معنا ان ال اي بيقسم ال بي. يبقى هتلاقي ال بي على ال اي بيطلع لك رقم صحيح والريميندر بيساوي صفر. هتلاقي هنا الار بتسوي صفر اللي هو الريميندر بتسوي صفر. ويطلع لاتك اسمه هنا انتجر. طيب من هنا بقى ابدأ اشوف هو انا عايز اكون الفئة دي او الريليشن دي. فحابدأ ابص في العناصر اللي موجودة دي. مين يحل محلل ايه ومين يحل محلل بيه من العناصر دي. بحيس يحقق الكونديشن ده. يبقى ده اصبح بالنسبة لي هو الكونديشن. والكونديشن ده علشان يتحقق محتاج انك تختار ايه برقم من دول وبي برقم من دول. وممكن يبقى نفس الرقم على فكرة. في النهاية يطلع لك الكلام ده ترو. لما يطلع الكلام ده ترو يبقى العنصر دوت او الوردر دي بير ده حيتكتب داخل الريليشن. فلو بلقى نقولنا ادي الار. عايزين نكتب جوال اوردر دي بير. فنبدأ نقول لو اخدنا الواحد والواحد. حطينا مكان الا واحد ومكان البي واحد. هل الواحد بيدفوتس الواحد عشان اتأكد اقسم واحد على واحد. واحد على واحد بيساوا واحد والباقي بيساوه صفر. يبقى تمام. يبقى اقول واحد واحد. طب نقول واحد مع تنين. طب واحد مع تنين. نروحين متأكدين ان الواحد دي الخط ده. وده عشان اتأكد منه اقسم اللي ال 2 على الواحد. ال 2 على الواحد هيطلع على ال 2 والباقي صفر. طبعا اي حاجة? عشان كده هنقول لنا ايه? واحد واتنين معان. وكمان واحد وثلاثة معان. وكمان واحد واربعة معان. طيب تمام? لان كل اللي انا بتقسم اتنين على واحد. تلاتة على واحد. اربعة على واحد. واحد على واحد. كله تمام. ما عنديش بواقي خلاص ما فيش ريميندرز. عشان بقى كده بقى نروح بقى ليه اللي اتنين. طب اللي اتنين واللي اتنين. يعني لقلنا اتنين مع اتنين. اتنين مع اتنين. اللي اتنين device الاثنين اه فيها الواحد وتبقى صفر يبقى تمام اثنين مع اثنين طب الاثنين مع الواحد هي تفرق عن الواحد اثنين اه طبعا ده order the bears يعني الترتيب بيفرق ده ordered اسماها كده اسماها ordered يعني مرتبة وطالما مرتبة يبقى الترتيب بيفرق يبقى واحد واثنين لا تساوي اثنين واحد وعشان كده هنبدأ نشوف هل الان اخدت الواحد والاتنين كالتمام لان الاتنين بتيبقى الاسم على الواحد انها ببقى الواحد لو اخدت اتنين وواحد هتنفع لو اسمت الواحد على الاتنين هيطلع لك نص يبقى كده مش هيطلع لك على الاتصحيح يبقى لا تقبل القسمة يبقى ازا الاتنين لا تقسم الواحد وعشان كده مش هكتب هنا اتنين وواحد دي مش هكتبها مش هتنفع عندي هنه طيب نقول بقى اتنين مع اتنين خلاص نفعت. اتنين مع تلاتة. طب هل التلاتة بتبقى الاسم على الاتنين? لا. طب اتنين مع اربعة? اه اتنين مع اربعة تنفع. اتنين مع اربعة يبقى اكتبه. لان اربعة على اتنين فيقى الاتنين ويبقى صفر. طب نكمل. تلاتة مع واحد. تلاتة مع واحد مش هتنفع. لان لو قلنا واحد على تلاتة. هيطلع لي واحد على تلاتة مش هيطلع لي عدد صحيح. طب تلاتة واتنين. برضو اتنين على تلاتة مش هتنفع طيب تلاتة وتلاتة تنفع تلاتة وتلاتة فيها الواحد ويبقى صفر طيب تلاتة واربعة مش هتنفع نروح للاربعة اربعة واحد لا هيبقى ربع مش نافع اربعة واتنين هيبقى نص برضو مش نافع اربعة وتلاتة برضو مش نافع تلاتة على اربعة اربعة واربعة تنفع اربعة واربعة يبقى انا مريت على كل العناصر وبدأت اسأل نفسي على الكنديشن اللي موجود في السؤال. لعن الكنديشن ده بيتغير. الكنديشن ده ممكن يتغير. فلحسب الكنديشن اللي عندي. بنان عليه ابدأ اJennifer اختار الاركام طب الاركام دي جت من اين? انت لو عايز تغرب الاركام دي جت من اين جت من الاي كارتزيان برودكت ايه? لو ضربت الاي كارتزيان برودكت ايه? هيطلالك عناصر كتير. عددهم ادي ايه? اربعة فاربعة. لعن دول اربعة. ودول اربعة. فهيطلالك 60 عنصر. الستاشر عنصر دونا اخترت منهم كم اتنين اربعة ستة تمانية اخترت منهم تمانية فيه تمانية ما نفعوش فيه تمانية نفعوش فاخترت منهم التمانية اللي انا عايزهم اذا دايما الاي relation هي subset من الاي كارتزيان برودكت ايه هي subset من الاي كارتزيان برودكت ايه لو انت طبعا كنت بتجيب الريلشن دي على الفئة اللي اسمها ايه طيب ده بنسميه زي ما قلنا الست بيلدر نوتيشن اللي هو الشكل ده في التعبير عن الفئة اسمه لما جينا وقلنا ان الكونديشن ده ممكن يتغير ممكن تغير الكونديشن دوت في السؤال ممكن يبقى ايه بتسوي بي ايه اكبر من بي ايه اقل من بي طبعا الاجابة هتختلف كلما الكونديشن اتغير الاجابة هتختلف لان كنت بتختار العناصر هتبدأ تشوف وانا هنهي اللي عينفعني في السؤال وانه لا طب هنا احنا طلعنا طبعا العناصر دي مع بعض اللي همه التمانية الاتنين اربعة ستة تمنى عناصر اللي احنا جيبناهم مع بعض بالتفصيل هما دولة التمنى عناصر اي خد اي اردر دي بير منهم هتلاقيه محقق الكونديشن ده ايه اسم كده تلاتة على واحد تمام اربعة على واحد تمام تلاتة على تلاتة تمام اربعة على اتنين تمام كله بيقبل الاسمه عشان كده هو محقق الكونديشن اللي عندي ده واقدر كمان اعبر عنه زي ما اتفقنا هتحط هنا من واحد الاربعة. هنا برضو من واحد الاربعة. لانها من الاي للاي. وهتبدأ تشوف الواحد مع الواحد. الواحد مع الاتنين. الواحد مع التلاتة مع الاربعة. بعد كده الاتنين مع الاتنين. الاتنين مع الاربعة. بعد كده تلاتة مع تلاتة. اربعة مع اربعة. تلاقيها بالشكل ده. ونقدر نمثلها برضو بالاي. بالتيبل زي ما اتفقنا. هنحط هنا برضو الاي. وهنا الاي. ونبدأ نعلم اكس على العناصر اللي احنا اخترناها. والبايع يتانيه بدون اي اشارات زي ما احنا شايفين كده. نشوف مثال كمان مع بعض نغير نخليها ونبدأ ان نحط اكتر من على نفس الفئة اللي هي فئة الا دي. بس عن غير يعني ار وان بتاعها مختلف عن ار تو عن ار تري عن ار فور. طبعا كلهم مكتوبين بطريقة الست بلدور نوتيشن. فهاتلاقي هنا اي وبي حيثوا الا اقل من البي. هنا الا اقل زان بي. هنا الا اقل بي. هنا ماينس بي. هنا ا اقل بي اور ا اقل ماينس بي. هنا الا بلاس بي. اقل زان ار اقل زيرو. ليس زان ار اقل وان. يبقى كل مسألة من دولت لها كونديشن مختلف. زي ما انا قلت من شوية ان الكونديشن ممكن يتغير. والفئة برضو ممكن تتغير زي ما احنا غيرناه دلوقتي كده. لما تيجي بقى تحط الوردر دبير بتاعة الاولانية دي. لازم تتأكد ان العنصر الاولاني اللي هنا ده اللي هو الايه اقل من العنصر التاني اللي انت هتكتبه في الخانة التانية. عشان يبقى مظبوط. فلو كتبت هنا مثلا سالب واحد لازم تتأكد ان العنصر التاني دوت اكبر من السالب واحد. ان البي اكبر من الايه. بتقول مثلا صفر يقول ينفع. تقول واحد ينفع. اتنين ينفع. فده ارتكتب دلوقتي اربع عناصر. سالب واحد وصفر. سالب واحد وواحد. سالب واحد واثنين. كلهم محققين اللي قدامي ده. وهكزا. فنبدأ باول ريليشن. ريليشن ار وان. فنلاقيين ماينس وان وزيرو زي ما قلنا. ماينس وان وان. ماينس وان وان. طبعا لو واحد قال طب ماينس وان وان. لا مش نفع لانها ما فيش هنا تساوي. هي لو كانت اقل منها وتساوي كنتم اقول ماينس وان وان. انما دلوقتي لا مش هينفع. بعد كده هنروح للزيرو. الزيرو ده لازم العنصر اللي جاي بعده يكون اكبر منه. يبقى ماينفعش اقول زيرو واسلب واحد. ماينفعش. لان كده هتصبح البي اصغر من الاي. واان عايز البي تبقى اكبر من الاي. فلما قلت صفر بدأت هنا الاي بصفر فلازم البي بقى اكبر من الاي. فعشان كده قلت واحد. ومرة قلت صفر وعتنين بعد كده هطتنا الواحد. الواحد ده يبقى معال اتنين على طول. عشان يبقى اكبر من الواحد. لو ودقت بعد كده بالاتنين مش هتلاقي اي حاجة تنفع تبقى اكبر من الاتنين. في الفئة طبعا انت بتتكلم على الفئة اللي قدامك اللي انت تشغل عليه. يبقى مش هنفع تبقى فيه حاجة بدقة بالاتنين. فهتلاقي هم هدول هتبصر عناصر المتاحة الريليشن ار واحد دي. اي وبي. يبقى هنا العكس. يبقى اول لما تيجي تقول لو قلت ودقت قلت سالب واحد. هتجي مش هتلاقي ولا عنصر هنا. مش هتلاقي حاجة خالص. السالب واحد يعتبر اكبر منه. مفيش. فمش هينفع نبدأ اصلا بسالب واحد. انما هتنفع دلوقتي تقول ايه؟ هتنفع هتقول صفر وسالب واحد. لان صفر اكبر من السالب واحد. تنفع هتقول مافيش حاجة تاني. طبعا تنفع بداية الصفر ثاني غير السالب واحد. واحد هتلاقي صفر و��를 يبقى ده الواحد اكبر من الصفر واكبر من السالب واحد. لما متحقق الكوندشن ده قدام عينيك هو ده اللي انت بتحقق عليه اللي اتنين اكبر من الواحد واكبر من الصفر واكبر من السلب واحد يبقى اي دي العناصر الخاصة بي الريليشن اللي محقق الكونديشن ده طب R3 R3 هي والأردر دبير A وB طب يبقى انا محتاج ان A سوي البي يبقى لما اقول سلب واحد يبقى سلب واحد معاه صفر يبقى صفر واحد يبقى واحد اتنين يبقى اتنين يبقى دائما تلاقي العنصرين دول بيساوي بعض الA بيساوي البي R4 ان الA بيساوي سالب البي ما هو معنى ان الA بتساوي سالب البي ما هو ده معنى برضو ان سالب الA بتساوي البي ما انت ممكن تطرق الطرفين في سالب واحد يعني هي هي دي او دي اللي اتنين حيطلقك نفس الريليشن يبقى انت جبت العنصر مسلا سالب واحد بتدور على الاشارة المخلفة لده مش لازم يعني يكون سلم يكون موجب واحد لا مش لازم الA ده يبقى موجب يعني فالايه ده عنصر ممكن يبقى عنصر سالب والناحية التانية لما يبقى السالب بتاعه يبقى عنصر موجب بهكذا يبقى ده سالب واحد العكس بتاعه العكس الاشارة يبقى ايه هيبقى موجب واحد يبقى قلت سالب واحد وواحد طيب هنا صفر وصفر لان الصفر برضو موجب او سالب مش هتفرق فصفر وموج لو قلت ده صفر وده سالب صفر او العكس هي هي طيب هنا الواحد هتلاقي برضو عندك سالب واحد انما الاتنين مش هتنفع دي لان ما فيش عندي سالب اتنين. فعشان كده هما يبقى دول التلاتة عناصر اللي محققين ده. طب اه او هي عبارة عن ما بين تلاتة واربعة. ديت معناها ايه? قلنا قبل كده معناها اتحاد. يبقى انا كاني بعمل اتحاد ما بين ار ثري وار فور. دي اعتلالي ار ار ثري كانت جابت لي العناصر دي. وار فور جابت لي العناصر دي. ار فايف هيبدأ يجيب الاتحاد ما بينه. طبعا الاتحاد احنا عارفين. حاجة زي كده مثلا متكررة. هناخد منها واحدة بس. والباقي هينزل والباقي هينزل هيتجمع كلهم في المجموعة دي. الستة هي عبارة عن ان مجموع العنصرين يكون اكبر من او ساو الصفر واقل من او ساو الواحد. يعني اقصى حاجة يبقى او اقل قيمة لو تبقى صفر واكبر قيمة لو تبقى واحد ما ينفعش تزيد عن الواحد ما ينفعش تقلع عن الصفر. فلو جينا قلنا سالب واحد وسالب واحد ده يطلع لي سالب اتنين. هتلاقي السالب اتنين ديت هي ايه? اقل من الصفر. مش هتنفع. يبقى في الحالة دي مش هينفع ان نكتب سالب واحد وسالب واحد طب سالب واحد وصفر هيطلع لي ايه سالب واحد مش هينفع برضو لانه اقل من الصفر طب سالب واحد مع الواحد هيطلع لي ايه صفر الصفر ينفع اه لان في هنا تساوي فالصفر معي يبقى اخد سالب واحد وواحد طب سالب واحد مع اتنين نبتج مع الرقمين سالب واحد زائد اتنين هيطلع لي موجب واحد موجب واحد تمام معي يبقى اخد سالب واحد واثنين طيب صفر وصفر صفر وصفر معاي لانه مجموحهم بصفر والصفر معاي لانما لما تقول صفر وسالب واحد مش معاي لانه يديك سالب واحد طب صفر وواحد معاي لانه هيديني موجة بواحد طب صفر واتنين مش معاي لانه هيديني موجة باتنين اقصى حاجة عندي الواحد هو اللي حددلي من صفر الواحد كأنها كده من زيرو لبقى فالأكبر من الواحد مش هينفع والأصغر من الصفر مش هينفع طيب بعد كده الواحد مع السالب واحد بصفر تمام طب الواحد مع الصفر بواحد تمام الواحد مع الواحد نفسه باتنين لا مش هينفع طب الواحد مع الاتنين بثلاث مش هينفع طب نروح للاتنين اتنين مع سالب واحد هتطلق لموجة بواحد ينفع اتنين مع صفر باتنين لا اتنين مع واحد بثلاثة اتنين مع اتنين باربعة ده كله طبعا مش هينفع فيبقى دي لعناصر اللي هتنفع تحقق الكونديشن اللي قدامي ده مثال رابع يعني من الامثلة المهمة نحن نبقى فاهمين عدد الريليشنز اللي احنا ممكن نطلعها من فئة معينة قد ايه بس محتاجك تعرفني عدد العناصر في الفئة دي يعني انا كنت بقولك ان انا عندي الايه مثلا فيها واحد واثنين وتلاتة وهكذا وباجي اقولك طلع الريليشن ار واحد ار اتنين ار تلاتة وكل واحدة منهم كنت احضط لك لها كونديشن مختلف عن التاني طيب انت تقدر تطلع الريليشنز مختلفة كده عددهم قد ايه هو ده السؤال يعني تقدر تطلع لي ار واحد ار اتنين ار تلاتة يعني اخر اخر حاجة بالنسبة لك ممكن تطلعها هتبقى قد ايه بعد كده هتدلقي نفسك بتكرر الريليشن بتتكرر بقى طيب السؤال هنا او اللي انا هحتاجه كموعطة هو عدد العناصر اللي موجودة في الايه اللي هو الكاردنالتي اوف ايه اللي هو بيسوي تلاتة هنا واحد اتنين تلاتة عدد العناصر بتاعة الفئة اللي هي الايه اللي هي تلاتة وهنا اعدي لك ملحوظة كده طبعا السؤال هنا بيتكلم على ان الفئة عدد عناصرها ان يعني بس هو هنا تلاتة علشان تلات عناصر انها محلا بنتكلم بالرموز يعني هنقول ان ايه عدد عناصرها ان يعني كايني بقولك ان الكاردنالتي اوف ايه ايقوال ان طيب ماشي بما ان عدد عناصر الفئة دي ان وانت قلتلي من شوية ان كل الريليشنز دي هي سبست من الكارتزيان برودكت ما بين الايه في الايه تمام يبقى انا دلوقتي كاني بختار من عدد العناصر بتاعة الكارتزيان برودكت ايه في ايه وانت عارف ان عدد عناصر الايه بتسوي ان يبقى عدد عناصر الكارتزيان برودكت ايه في ايه بيسوي كام يبقى ايه كارتزيان برودكت ايه الكاردنالتي ليه هتسوي كام هتسوي الكاردنالتي اوف ايه في الكاردنالتي اوف ايه اللي هي الكاردنالتي اوف ايه تربيع اللي هي عبارة عن ايه بقى اللي هي عبارة عن الان تربيع مش انت قلتلي ان عدد عناصر الفئة ان يبقى كأنك بتقولي يبقى انت دلوقتي طلعت ان عدد العناصر اللي موجودة اللي انت هتختار منها بتساوي n square وانا هختار relations مختلفة عايز اعرف عددهم عن relations كتير كده كلهم هما صبصة منين من عدد العناصر اللي هي العدد فيها هو n تربيه طيب السؤال هنا بقى عدد ال relations دي قد ايه انا ديت ملحوظة دلوقتي او مساعدة شوية ان انا عرفتك عدد العناصر في الفئة اللي انت هتاخد منها سابسد طبعا لو احنا رجعنا للشابتر التاني كان بيكلمنا على موضوع مهم اسمه ال power set والpower set definition بتاعها هو عبارة عن ايه لو نفتكر هو عبارة عن ال set of all subsets يعني عبارة عن الفئة اللي فيها جميع السابسد طب ايه بقى ما يفكركش بحاجة ده اه جميع السابسدس ما هي ما هو السابسدس ديت هي والفئة اللي فيها كل السابسدس يعني الفئة اللي فيها كل طب انت كنت بتعرف يعني كنت تقدر تعرف عدد العناصر اللي في ال power set اه كنت اقدر العرف عدد العناصر بمجرد ما تعرفني عدد العناصر اللي في الفئة كنت بقدر اقول لك عدد العناصر اللي في ال power set هي هي عبارة عن 2 power n square وهو ده يكون الحل بس لازم بفاهمين الحل ده جزي ازاي لازم بمتفاهمين الخطوات يبقى متخيلين الموضوع مش مجرد ان انت بحافظها وخلاص ان انا لو عندي فئة عدد عناصرها n يبقى الريليشنز اللي فيها هي 2 power n square جات من اين دي لازم بفاهمين يا جات من اين ان عدد عناصر n ده يؤدي الى ان الكارتيزيان بروتكت عدد عناصره n تربيع والفئة بتاعة الكارتيزيان بروتكت دي هي دي اللي انت بتاخد منها السابسيد والنت علشان تعرف عددها كانك بتقول انا عايز اجيب للفئة دي اللي هي ايه كارتيزيان بروتكت ايه وعدد عناصر الباور سيت دي هتكون قد ايه شوف عدد العناصر اللي في الفئة دي اللي هي ايه كارتيزيان بروتكت ايه اللي هي الان تربيع وهتخليها باور ليه يبقى تو باور n square هو ده هيكون عدد الريليشنز اللي موجوده طيب لو رجعنا للمسال اللي كان بيقول الايه فيها تلات عناصر مثلا. وكنت قلت لي ان عدد عناصر به ساوي ثلاثة. فهقول لك طب عدد الريليشانز قد ايه? هو ده هيكون السؤال. فهقول العدد goes يساوي ده ساوي ده. هيكون عدد عناصره تلاتة في تلاتة يعني ست. اه يعني تسعة. وعدد العناصر بتاعة الكارتزيان بروتك التسعة. يبقى من الكارتزيان بروتك. العدد عناصره قد ايه تو باور يبقى هتلاقي عدد في الفئة اللي عدد عناصرها تلاتة بيساوي او كأن الواحد بقى عارف القاعدة العامة وجيه هنا عوض عن الان بثلاتة فقال له فعدله طب تعالى نشوف بعض الخصائص بعض الخصائص من زي الريفليكسيف الريفليكسيف السيمتريك عايزين نعرف كل واحدة من دي تعني ايه وازاي نقدر نعرف هل الخاصية دي موجودة في اللي قدامنا ولا فلا بدأنا مع بعض بي اول حاكتين وهما الريفليكسيف والرريفليكسيف خلي بالكم ان دولة مش عكس بعض يعني مش النفي بتاعها يعني ما ينفعش ان احنا نقول ان هي لو ما كانتش رريفليكسيف هتبقى ارريفليكسيف او لو ما كانتش ارريفليكسيف هتبقى رفليكسيف لا هي دي الرفليكسيف العكس بتاعه هو هو ناط ريفليكسف الان ريفليكسيف العكس بتاعه هو ناط الرفليكسف انما قد تكون الريليشن اللي عندك ما حققه ان هي ليست reифليكسيف وليست الرفليكسيف يعني حسب السؤال اللي موجود عندك فناخد بالنبس من الملحوظة دي قبل ما نبدأ نعرف كل واحدة من دي تعني ايه وهما ان الاتنين دولة يعني ان الان ريفليكسف هي لا تساوي النقط ريفليكسف. النقط ريفليكسف حاجة. والآل ريفليكسف حاجة. طب تمام? تعال نشوف بقى ايه بتاع الرفليكسف? امتى الريليشن نقول ان الريليشن دي فيها الخاصية بتاعت الانعكاس اللي هو الريفليكسف. فهنقول ان الريليشن ار على فئة معينة اللي اسمها ايه مسلا. بنقول عليها لو لقينا اف ان الاردر دبير ايه وايه بيلونج للار. لكل عناصر الفئة اللي اسمها ايه دي. لكل ايه بيلونج لل ايه كابتال. هي الفئة نفسها. يعني الايه مسلا ده لو في واحد واثنين وتلاتة يبقى لازم تبص بعينك كده في الريليشن تلاقي واحد واحد موجودة اتنين واثنين موجودة تلاتة وتلاتة موجودة. لو لقيت حاجة منهم مش موجودة يبقى على طول تقول ان هي النقط ريفليكسف. يبقى ده اول خاصية. طب الارفليكسف بقى معناه ايه? الارفليكسف معناه ان لو لقيت ايه وايه لا تنتمي للار لكل عناصر الايه اللي موجودة. يبقى انت ما ينفعش تلاقي عنصر مع نفسه. تمام? يبقى لو عندك عناصر الايه دي مسلا واحد واثنين وتلاتة لما تبص بعينك كده في الريليشن ما ينفعش تلاقي ولا واحد وواحد موجودة ولا اتنين وا اتنين ولا اتنين ولا تلاتة و تلاتة ما ينفعش تلاقي حاجة منهم خالص مع نفسه ما ينفعش تلاقي عنصر مع نفسه تماما. تمام? ده يبقى ايه?- طيب تمام ما هوما كده عكس بعض. لا مش عكس بعض. هيه فردين? انت روحت في الريليشن مسلا معينة. كانت تلاقيه فيها واحد وثنين وثلاتة. ولقيت ان فيها واحد واحد بس مفيش فيها ولا اتنين واتنين ولا تلاتة وتلاتة. فاكيد لما تيجي تقول هتقول لي لأ مش مش ليه ما قلتش انيها هتقول لي لانك هتقول لي مش لاقي الاتنين ولا اتنين ومش لاقي التلاتة وتلاتة. تمامي بقى كلامك مزبوط. ولما تيجي كمان تروح هتلاقيها برضو غلط. ليه غلط? لان وجد الواحد والواحد. والإن رفليكسب بيقول ان هي ما ينفعش يوجد عنصر مع نفسه تماما يبقى لو لقى واحد واحد هيقول لا كده خلاص بقت نوت إن رفليكسب بقى دي ادي مثال مسلا هيقول ان هو نوت رفليكسب ونوت إن رفليكسب ونشوف برضو امثلة اكتر على الموضوع ده فهادي ستة ريليشنز عايزين نحدد مين فيهم رفليكسب مين فيهم إن رفليكسب ومين فيهم مش هيكون حاجة فاول واحد مسلا لو بصنا فيه هنلاقي ان واحد واحد موجود طبعا هنا الاول حاجة لازم اعرفها طبعا هي فين الفئة اللي انا بجيب منها الريليشن مش لو بتعمل على فئة معينة فين الفئة دي الفئة هي اللي هي ومن واحد لاربعة فلقولنا كده واحد واحد فين اتنين واتنين اه مفيش تلاتة وتلاتة بس فيها اربعة واربعة طالما ما تواجدش تلاتة وتلاتة على طول دي بقت نوت رفليكسب دي خلاص بقت نوت رفليكسب طيب تعال نشوفها هل هي الريفليكسب لأ برضو ليه لان واحد واحد موجود واتنين واتنين موجود واربعة واربعة موجود يبقى المثال الاولاني دوت هو ليست رفليكسب وليست الريفليكسب ادي مثال عشان تعرفوا ان هما النوت رفليكسب لا تساوي الريفليكسب عشان دي غلطة الناس ممكن تقع فيه طب ماشي نمبر دو قال لي هنا واحد واحد ماشي واحد واتنين اتنين واحد مفيش عندي غير واحد واحد يبقى على طول برضو ولا هي الريفليكسب ولا هي الريفليكسب ليه مش الريفليكسب لازم تبقى عارف السبب يعني لازم تقول ان هي نوت رفليكسب تعرف ايه السبب اللي خلاك تقول ان هي الريفليكسب تقول ان هي الريفليكسب تقول ان هي الريفليكسب ولازم تبقى ما فيش فيها اي حاجة مع نفسها عشان تبقى الرفليكس طب كلام جميل نروح للارثري واحد واحد وفي هنا اتنين واثنين وتلاتة وتلاتة واربعة واربعة يبقى كده تمام دي كده ريفليكسي وبطبيعة الحال هتبقى نط الرفليكسي لان اللي احنا قلنا خلاص لو ظهر حاجة مع نفسها خلاص بقى تنط الرفليكسي يبقى دي كده ريفليكسي ولكنها ليست ايه ما نط ايه طب ار فور هنبص نشوف ما فيش ما فيش اي عنصر مع نفسه خالص ما فيش اي عنصر مع نفسه خالص يبقى هي ار فليكسي ولكنها ليست ريفليكسي لان ما تواجدش اي عنصر مع نفسه يبقى هي ار فليكسي فقط دي ار اربعة ار خمسة هنا واحد واحد اتنين واثنين تلاتة وتلاتة اربعة واربعة يبقى ريفليكسي وليست ار فليكسي الار ستة تلاتة واربعة بس ما فيش ما فيش اي عنصر مع نفسه يبقى هي ولكنها يبقى لو جينا صنفناهم كده هللاقي ان تلقوا بسبب ان واحد واحد موجودة واتنين واتنين كل عنصر من عناصر الفئة دي الفئة هي بتاعتي لو سمناها ايه مسلا دي عناصرها اربع عناصر لازم يلاقي الواحد مع الواحد الاتنين مع الاتنين التلاتة مع التلاتة الاربعة مع الاربعة وده اللي انا ولقيته هنا ولقيته هنا فار تلاتة وار خمس يبقى دولة الاتنين بس وطبعا هما نط الريفليكس لو رحنا لي اراربعة وار ستة هما ايه الريفليكس ونط ريفليكس لانهم مفهومش اي عنصر مع نفسه لو رحنا الواحد واتنين اللي احنا كنا بنقنا بيهم هما ايه ليسوا ريفليكس وليسوا الريفليكس بسبب انهما ولا قدروا يكملوا الكونديشن بتاع ده ولا قدروا يكملوا الكونديشن بتاع ده. طب مثال كمان اه ازا ديفايدز ريليشن اونزا سيت اوف بوزيتف انتجر ريفليكسف او نوت. يعني لو انا بعمل على اه المجموعة اللي بتحتوي على طبعا عددهم ما لنهائي. فما حدش هيقعد يجرب فيهم يعني 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 يقعد يمسك بقى الارقام ويجرب ويشوف الصح ولا ما الصح. البصد في انتجر زي الاعداد الصحيحة الموجبة. الاعداد الصحيحة الموجبة يعني بتتكلم في واحد اتنين تلاتة لغاية ما لا نهاية بالشكل ده. ارجام صحيحة وكلها موجبة. مفيش فيها صفر ومفيش فيها سالب. بعد كده. اللي نيجي بقى هنا نقول ايه? الديفايدز ريليشن. يعني ايه الديفايدز ريليشن? يعني الديفايدز يعني عملية الاسمة اللي هو ده بيديفايدز ده. اللي هو ايه بيديفايدز بي. هو ده مقصود بكلمة اللي هو ما يقول لك انا عندي اردر دبير ايه وبي يكون الايه بيديفايدز البي. هو ده اللي انا عايز اوصل. هل الكلام ده يبقى ريفليكسف? ولا لأ? فانتجي تشوف. هو انا لو خدت الايه كما بي. يعني معنى كده ان الايه بيديفايدز البي. وخليت العنصرين زي بعض. يعني قلت ايه وايه. ما هو الريفليكسف عايز الايه والايه تكون موجودة في الريليشن. فهل الايه حيديفايدز الايه? بقى ده السؤال انت بتسأله لنفسك. هل الايه حيديفايدز الايه? طب ما كتبتش لهنا ارقام. ملعكت بارقام ايه ولا ايه? ده ارقام كتير. ده مالا نهاية. بس بكتبها برموز. وابدأ بقى اشوف. هي الارقام دي هتكون اعداد صحيحة موجابة. يعني اخذبها واحد اتنين تلاتة. يعني الواحد 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 الاتنين بالدفايدز الاتنين. التلاتة بالدفايدز التلاتة انسقن. ولو تلاقيك ماشي كده في الارقام. هتلاقي الدنيا ماشية تمام. ما فيش اي مشكلة خالص. تمام? لان كل الارقام اللي جاية هي ارقام صحيحة وموجابة. فكلها بتقبل الاسمة. والباقي بصفر. يبقى كلها ديفايدز. يبقى ازا فعلا دي هتبقى ريفليكسيف. يبقى قدر اقوله هنا. تمام. هي ريفليكسيف. لان لو انا بقول ايه ديفايدز ايه. هيبقى الكلام صح. هيبقى الريليشن بتاعتي زي ما انا وضحت. طيب لو احنا اه غيرنا هنا تغيير بسيط قوي. بدل ما قلنا بوزيتف شلنا كلمة بوزيتف. اللي كانت موجودة هنا وخلناها بس. فالانتيجر زيت فيها صفر بقى وبعدين واحد اتنين وهكذا. وفيها هنا ناحية التانية سالب واحد سالب اتنين وهكذا. فانت زي تتخيل جميع الارقام بقى. فانت لما بتقول ايه ديفايدز ايه. فانت بالايه دي بتجيلك من كل الارقام دي. مش من الموجبة بس. مش من واحد اتنين تلاتة بس. لا اممكن تطلع صفر. فتبقى صفر ديفايدز صفر. فلو رحت اقسمت الصفر على صفر هيطلع لك اندتيرمند فاليو. مش ادهر تحدد ان صفر على صفر ديت بتقبل الاسم ولا لا. وبناء عليه الصفر على صفر دي هي اللي هتبوز لك الموضوع. مش هتخلي لك الموضوع reflexive. لان انت بتتكلم على فئة فيها كل الانتيجرز. ففيهم الصفر اكيد. صعادة صحيح. والصفر على الصفر مش هينفع يبقى موجود. لان ما ينفعش اقول لك صفر على صفر بيساوي واحد. والباقي بصفر ما ينفعش. لانها قيمة غير محددة. وبناء عليه هتقول ان الريليشن ديت هي بسبب نقطة الصفر دي. نعم شلت الصفر هيبقى صح. يعني لو جاب لك او هتبقى انما لو بس كده لأ مش هينفع لان الصفر هيبقى واضل ادناني. طيب لو اخدنا مجموعة تانية بالشكل ده. طريقة الكتاب هنا اختلفت شوية عن المثال اللي فات لانها مكتوبة قبل كده كنا كاتبين الريليشن آآ يعني في صورة آآ آآ سرد قائمة عادية. مجموعة عادية. وخلاص. نشوف كده ايه اللي يكون وإيه اللا من الريليشنز اللي قدامنا دي. فالاي والبي والاي اقل من اوسا والبي طب انت ما عرفتنيش مين الاي ومين البي وهيجوا منين وما ارقام ولا ولا حروف ولا ايه بالزبط. لأ. فهنا هتلاقي في بداية السؤال بيقولك the following relations on the integers. يبقى يبقى الريليشن على مجموعة الاعداد الصحيحة. يبقى بيتكلم على فئة الانتجرز اللي هي بنرمز لها بالرمز زد. يبقى هنا بيتكلم على الارقام الصحيحة الموجبة والسالبة والصفر. كله. وبيقولي الريليشن دي هتبقى ريفليكسيف ولا لأ. بس هنا الكونديشن بتاعك مش الديفايد اسبقى زي المثال اللي فات. هنا الكونديشن ان الايه اقل من اوصول البي او الايه اكبر من البي او الايه بيساوي البي وهكذا. ما عايزين نشوف الكلام ده هيبقى صح ولا لأ. لو بدأنا باول هلاقيها ان هي ريفليكسيف. ليه ريفليكسيف? ومش هي الوحدة هي والتالتة والخمسة. ده سوف نشوف واحدة واحدة. انت عايز ايه علشان تبقى ريفليكسيف? انا عايز الايه والايه يبقوا موجودين تمام? طيب انت معنا بتقول ايه و بي حيش يعني كأنه يبقى حاجة واحدة. ايه وايه او بي و بي يبقى حاجة واحد. وبنان عليه لازم الايه يساوي وده واضح عندك وفا علامة التساوي اللي هنا دي. مش انت بتقول الايه اقل من او يساوي البي. يبقى معنا كرا ان الايه ممكن يساوي البي. تمام ولو الايه ساوي البي? إيه اللي هيحصل? هتلاقي الوردر دي من اللي قدامك ده هو العنصر مع نفسه. العنصر مع نفسه. العنصر مع نفسه. فهيطلع اللي هنا ويجمعه على اللي هنا ويشيل المتكرر خلاص طالما هو جاب اللي هنا اللي هو ايه بتساول به ازا هي خلاص يبقى التلاتة دولة اتواضح النمى لانهما هقولي وجود الانصر مع نفسه طيب نشوف بقى التلاتة التانيين ليه احنا ما قلناش النمى يعني ايه السبب اللي خلاهم مش بالنسبة للتانية مثلا على سبيل المثال انت مطالب انت تعمل ايه انت حاول تدور على يعني تدور على مثال المثال دو تقول ان هو هو مش هيطلع لك العنصر ده مع نفسه وبناء عليه طالما وجد عندك عنصر مش هيبقى مع نفسه يبقى الرفليكس بقى غلط بقى تنطرفليكس على طول فهنا على سبيل المثال بيقول ايه اكبر من البي طب لو انا قلت مسلا ان الايه ده باتنين تمام فالبي ده ينفع يبقى باتنين عشان تبقى اتنين مع اتنين لا لان الاتنين عمره مع تبقى اكبر من الاتنين فالاتنين ليست اكبر من الاتنين فما ينفعش اساوي الايه مع البي لانه بقولي الايه اكبر من البي فلو انت حاطت الايه دي باتنين مسلا على سبيل المثال انا بدي هنا مثال بس مثال بحطه كالكاونتر علشان يبقى ووز لي موضوع رفليكس يقولي ان الكلام بتاع الرفليكس ده يبقى غلط ليه غلط هيبقى نطرف ليه لانها مش هينفع اقول هنا اتنين واقول هنا اتنين برضو لان الكونديشن ده كده هيبقى فولس. وانا عايز ده يبقى فلو قلت هنا اتنين لازم هنا يبقى اتنين وي اتنين وحاجة. وتنى ما انت بتتكلم في انتشون بتتكلم مسلا في تلاتة من اول التلاتة. تلاتة بقى اربعة خمسة ستة مش ينفع اتنين. تمام? مش ينفع طبعا واحد ومش ينفع صفر مش ينفع حاجة اقل خالص من الاتنين ولا بتسويها. تمام? لو انا كنت زودت هنا علامة تساوي مع الاكبر منك هتبقى ترفليكس. زي 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 اللي فوق دي. انما بان التساوي دي تشالت. فخلاص مش هينفع تحط بقى اتنين مع اتنين ولا تلاتة مع تلاتة ولا اربعة مع اربعة. فتلاقي واحد قال ادى مثال مثلا بالاتنين. واحد تاني ضرب مثال بالتلاتة. واحد تاني ضرب مثال بالاربعة. كلهم صح. انت ضرب بس مثال واحد. في النهاية هي اصبحت الرابعة كان برضو فيها مشكلة وهو ان الاي يساوي بي زائد واحد. طب ازاي هحط بقى الرقم مع نفسه طالما البي بي زيد واحد. فلو حطت هنا اتنين. ايه اللي هيحصل ده هيبقى اتنين زائد واحد. هيبقى تلاتة. امره ما هيبقى اتنين. امره ما هيبقى اتنين. تمام? حتى لو حطت هنا صفر. هنا برضه هيبقى صفر زائد واحد. هيبقى واحد. دايما هتلاقي الرقم بتاع البي بي زيد واحد عن الايه. فمستحيل تقدر تطلع واحد وواحد واتنين واتنين وتلاتة وتلاتة وصلب واحد وصلب واحد. ليه الحاجات اللي انت كنت عايزة عشان تبقى رفليكسي. فانا اضربت المسال برضو بالاتنين خلاص. بقات غلط. ما بقات نوت رفليكسي. نشوف الستة. وهو ان الوردر دي بير اي وبي ويرن الا بلاس بي ليس زانور ايقوال ثري. طيب لو انا جيت حطيت مسلا مكان الا دي اتنين. وحطيت مكان البي دي اتنين. مجموحهم اربعة. هل الاربعة دي اقل من او ساوى التلاتة? لا. طب لو حطيت هنا تلاتة. وحطيت هنا تلاتة. هل الستة دي اتبقى اقل من اصوى التلاتة? لا. وده معناه ان هتلاقي في قيم كتير ما لهاش علاقة مع نفسها. وده بيعاكس مين? يبقى في الحالة ديت هيبقى نوت رفليكسي. يبقى ده برضو نوت رفليكسي. يبقى التلاتة دولة نوت رفليكسي. كل واحدة منهم طلعنا بس قلنا ان المسال دوت مسالة هو بيوضح لك يا اما يكون زي زي رقم ستة ان ما فيش آآ عناصر معاينة هتنفع تبقى موجودة. ياما مسلا زي رقم اربعة ورقم اتنين ان ما فيش اي عنصر خالص هينفع يبقى موجود. فنرد نقول هنا ان رقم اتنين ورقم اربعة هما لان مش هيبقى عندهم اي عنصر مع نفسه خالص. مش هيحقق اي انما رقم ستة لأ. لانك ممكن تبدأ تقول مسلا واحد واحد. فواحد واحد هتبقى موجودة. لان واحد واحد مجموحهم اتنين هما اقل من التلاتة. ممكن تقول صفر وصفر. ممكن تقول صالب واحد وصالب واحد. كل دي هتتبقى موجود. انما لما جيت تقول اتنين واتنين لأ. تلاتة وتلاتة لأ. فهي الرقم ستة دي الوحيدة اللي هي ونط انما رقم اتنين ورقم اربعة هما ولكنهم وطبعا واحد وتلاتة وخمسة زي ما قلنا في الاول هما وعيبوا طبعا